اشتركوا في القناة في المنطقة وفي مقدمة ذلك الإرهاب الذي بات خطرا يهدد الإنسانية وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي وليلعهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضرورة التعاون بين الدول في الحد من نزاعات التطرف الفكري والديني الذي يغذي الإرهاب مؤكدين سموهما دعم مملكة البحرين لكل جهد دولي يقود إلى تحقيق السلام والأمن للشعوب واستعرض سموهما خلال اللقاء عددا من الفعاليات الإقليمية والدولية التي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي وليلعهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الاجتماعات الدولية التي احتضنتها مملكة البحرين خلال هذه الفترة ودورها في بلورة التوجهات التي تعزز من القدرة والمنعة على التعامل مع التطورات بشقيها الأمني والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر